أهلا بحضراتكم مشاهدين أشهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بنتائج مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي كضيفي شرف على رأس وفد حكومي رفيع المستوى في القمة العالمية للحكومات التي عقدت في إمارة دبي وشهدت المشاركة الأكبر لمصر على مدار نسخ القمة جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي أشار فيه مدبولي إلى أبرز الفعاليات الرئاسية التي شهدها هذا الأسبوع ومنها أيضا قمة الدعم القدس التي انعقدت في جامعة الدول العربية بمشاركة الرئيس الفلسطيني والعاهل الأردنية كما استعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع الترتيبات المتعلقة بالإعداد وتجهيز للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة مؤكدا أهمية قيام الجهات الأربعة عشر الجاهزة للانتقال في المرحلة الأولى باتخاذ التجهيزات اللازمة نحو انتقال العاملين بها إلى مقراتها بالحي الحكومي اعتبارا من أول مارس القادم وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بتكثيف الدور الإعلامي لتعريف الموظفين المنتقلين إلى العاصمة بكافة التفاصيل المتعلقة بمنظومة النقل إلى الحي الحكومية كما أكلف بتوفير حافظ الانتقال للموظفين بجهات المرحلة الأولى مع بدء عملية النقل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر